ازايكو عاملين اي رب تكونوا بخير هنعمل مع بعض النهاردة كاردن بلو هي اكلة بالفراخ اكلة فرنساية كده فغزيعة يعني بتدي للفراخ طعم حلو قوي ومكونين بس اتنين من نضيفها للفراخ بتدينا يعني وصفة هيلة اجربوها ان شاء الله تعجبكم دي المقادير هنا عندي صدور فراخ متقطع شرايح عادي ودي مايد بصل قد كوباية كده ملح وفلفل وشطة وكاري وسنة زعتر صغيرة وهنا دي تماطم مبشورة ومعلقة مستردة او معلقتين مستردة على حسب انتو عايزين المزازة قد ايه بتاعتها ايه اه دا كيس او ممكن اه بين اتنين اه راقات بلاستيك يعني هنبدأ ندق الصدور شوية علشان عايزينها تبقى رائية على قد ما نقدر علشان لما تتقلي تستوي من جوة ندمن ان هي الانسجة بتاعتها تفتتت وتستوي على طول هنحطها بالشكل ده كده جوة الكيس وهنبدأ اما بالمداء ده اما بكوباية حتى او باي حاجة يعني هنبدأ ان ندقها كده شوية بحيث ان هي اه الانسجة تتفتت شوية يعني واي حتة تخينة شوية فيها تتبطت واندمن ان هي كلها تستوي زي بعض من جوة عشان ديها تتحمر على طول زي الفراخ البانيل عادية مش مش هنسلقها ومش هنعمل فيها اي حاجة هنطلعها بالراحة عشان ما تتقطعش مننا بصوا بيكون ده شكلها وطبعا كل ما كانت عريدة كده كل ما كان احسن علشان نقدر نحشيها ونلفها براحتنا هنا عملت بقي الكمية كلها دقت كله بصوا بقت رؤية خالص كده رفيعة هنا الطماطم والمسترد هنحط عليها مية البصل طبعا مية بس من غير طفل علشان ما يفكش البقسمات منها وهنا حطت البهارات والملح والفلفل وكله هنقلبهم كويس جدا مع بعض دي التدبيلة اللي انا بحبها للكوردن بلوي يعني مش بتغير تعام الفراخ قوي وفي نفس الوقت طبعا بتتدبيله كويس الطماطم بتديها تسكيرة كده حلوة والبصل وطبعا بتتشرب التدبيلة بيبقى طعمها حلو جدا هناخد كل قطعة نحطها كده ونقلبها عشان اضمن اللي التدبيلة وصلت لها وطبعا هنسيبها على الاقل انا بحب اسيبها في التلاجة يوم كامل او ليلى كاملة يعني ونعملها تاني يوم بيوقت طعمها تحفاف جدا هنا حطيت الكمية كلها وبعد كده هنغطي البولة ونحطها في التلاجة لمدة ليلى كاملة ده تاني يوم هنا عندي الجبنة بتاعة المربعات او جبنة شيدر عادي وده تركي مدخن او ممكن ممكن يعني على حسب كل واحد بيحب ايه طبعا ممكن يحشيها بس دي الحشوة الاساسية بتاعتها يعني هنقطعه كده كل ترانش على تلاتة او على حسب طبعا حجم البانية يعني وقطعة الجبنة هنقصها كده اتنين برضو ما نقطرش قوي علشان واحنا بنقليها ما تطلعش مننا لفاش كريه عجبتني قوي بصراحة عن انواع تانية جربتها جربت بريزيدون ولاقيتها رفيعة جدا واحنا بنقطعها كده بتلزق في السلوفان بتاع الكيس نفسه وكده لا لفاش كريه حلوة عجبتني بصراحة وطعمها حلوة. وبعدين هناخد كل قطعة فراخ كده نفردها وبعدين هنحط فيها الجبنة والترك المدخن بالشكل ده. وهنا انا لفاها رول في بيحطوا من تحتها سلوفان وبيبدأوا يلفوا رول بالسلوفان كده عشان يبقى احكم يعني اكتر. بس هنا انا لفتها كويس يعني الحمد لله اتلفت عادي ما تعبتنيش في حاجة. اه فيه بيفتحوا صدر كامل. صدر فرخة كامل مخلي. بيفتحوه كده زي زرف يعني وبيبططوه اوي بحيث ان هو يبقى كبير جدا والحشو يتحطوا في النص ويتقفل زي الزرف كده ام يعني يبقى مربع في الاخر او يبقى زي يتحط في كايزر كده يبقى زي البورجر مرة ان شاء الله بقى اعمله بس دي يعني بتبقى زريفة الرول ده صغير ومش بيبقى كتير. يعني القطعة مش بتبقى كبيرة قوي. ان ده بيبقى اه حجمها متوسط كده وبينفع الولاد وبينفع الكبار حلو. وسهنا عملو لي كمية تقريبا عشرة او اكتر تقريبا. وهنا بقى في التغليب في الاخر اه حضرت اه بالطين وملح وفلفل ومعلقة لبن. وفي بقسمات ناعم وفي او فيجيتار وفي دقيقة. وطبعا انا بعد ما خلصت حطيت الفراخ في الفريزر تقريبا ساعة. عشان تمسك نفسها بس ما تضايقنيش وانا بعمل الخطوة دي ما تفكش من بعض. لو مش عايزين تحطوها في الفريزر بنعملها بخلة. وبنعمل الخطوة دي على طول بس طبعا بنتطر نقليها بالخلة فانا بحب كده. يعني واحنا بناكل هنلاقي خلال كتير في الموضوع فالطريقة دي احسن. انا بحطها في الفريزر تمسك نفسها وكل واحدة كده بحطها في الدقيق وبعدين اطلع احطها في البيض وبعدين عرب قسمات على طول. بتبقى مسكة نفسها وبضمن ان هي كلها بتتغلف ومش بتضايقني في حاجة. ولا بتتفك مني ولا بلاقي خلال ولا بمسكها بالراحة بقى خايفة ان هي تتفك وحتى تتفك وحتى لا. لا خالص يعني الطريقة دي سالسة وسهلة بتسهل عليها كتير. بس كده هنعمل كله بنفس الطريقة نحطه في الدي اي الاول. وبعدين هنحطه في البيض وبعدين ننزل في البقسمات خطوة الباني العادية. بس كده ولما نخلص الخطوة دي هحطهم في ممكن في التلاجة مش لازم في الفريزر عشان تمسك بس ونحاول لو احنا بنعملها كده نبطط البقسمات عليها عشان الطبقة تمسك كويس. وبعدين يدخلوهم طلاجة لنص ساعة كمان او حاجة. او تلت ساعة يعني لو مستعجلين. المهم تمسك نفسها شوية. وبس وبعدين نبدأ انطلعها نقليها على طول في الزيت انتوسط الحرارة ما يبقاش سخنة قوي عشان لازم الفراخ تستوي. عشان هي ملفوفة كزا لفة. مش لفة واحدة او مش رأة واحد زي الفراخ الباني العادية. ما بصوا لو تلاحظوا انا يعني الزيت يدوب اول ما بحط فيه الحاجة بيبدأ يعمل كده بابل صغيرة حوالين القطعة. ده معناه هو مش يعني مش سخنة قوي. هنا بقى ده يسخن قوي. وهو الزيت ده فتكرت ان كان عليه زبدة كمان. فيعني عطوها طعم حلو عشان كده عامل الفوم شوية الرغيوي دي. وده شكلها من جوها بعد ما خلصت. بجد كانت رهيبة وبجد ان شاء الله اتمنى ان انتو تجربوها اتعجبكو جدا. بسو جبنا جوسي قوي وطرية والفراخ مستوية. وطعم التقبيلة فيها التحفة. والولاد هيحبوها جدا. وتغير طبعا يعني البني العادي. ودي كانت آآ آآ الفيديو النهاردة يا رب بيكون الفيديو عجبكوا واستفدتم منه بحاجة. متوسوش لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.